وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليه الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب نأخذ هذه المجموعة تفضلي بوليث السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ بارك الله عندي سؤال واحد تفضل أخوي أفا بوليث تفضلي علي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شيخ كيف حالك حياك الله علي شيخ لي ثلاثة تصوير تفضل سؤال الأول إذا الأب وزع الترك على أولاده في حياته ثم مات أحد الأب أبنائه وهو أخذ التركه لا أعرف أن إذا مات الولاد قبل الأب ما له تركه ما تكفيسه بهذا المال هل يرجع أم خلاص يعني قصدك أن مات أحد أولاده في حياة الوالد هو وزع الترك هو وزع الترك عليهم وهذا الولد كان عايش حي أي وبعدين توفي هل يرجع اللي أخذ يرجع لبقية الورثة يعني أولاده قصدك هل يعني حق أولاده يستوي المال أو يرجع إن شاء الله طيب وضح الآن عطنا السؤال الثاني السؤال الثاني بالنسبة في أخوين أحدهم الكبير يعني وصغير متخاصمين بسبت أن الأخو الكبير يعني متحكم في الصغير يعني في حياتي لا تسوي كذا يروح كذا يعني أيها متخاصمين حتى الآن يعني فالأهل يعني يتراضون بس يرجع الأخو الكبير يتحكم فيه وتم يجعل المرسة يعني الحق في ذلك يعني من الخطأ يعني الصغير كم عمره الصغير كم عمره يمكن 24 طيب سؤال الثالث السؤال أو اللوح الكبير قريب الـ 40 طيب سؤال الثالث سؤال الثالث طيب أشكور بارك الله فيك حياك الله طيب علي من عمام بارك الله فيه يقول تفضي لي زينب السلام عليكم شيخكم عليكم السلام ورحمة الله شيخ أنا عندي سؤال سؤال أول هل كذب حرام أم مكروه إن شاء السؤال الثاني شيخ أنا دوم أدعي يقول اللهم يعني يا رب أنا عندي القوة والصحة والعافية اللهم لا تخليني أشرك فيك مدام أني أنا عندي القوة والصحة والعافية هل هذا الدعاء أنا دوم أدعيه أنه عادي ولا لا أي وإذا ما كان عندي قوة وعافية تشركين قصدك إنه لا يعني ما فهمت أنت تقول اللهم ما دام عندي القوة والعافية تخلني أشرك فيك و بعدين طيب و إذا ما كان عندي قوة و عافية شو تسويين لا أنا أقول اللهم يعني من أنك أعطيتني القوة والعافية دار ما تخلني أني أشرك فيك يعني أدعي دام أني أبعد عن الشرك أي طيب و إذا ما أصال عندك قوة و عافية هيا زينب دعائك هذا غريب جدا طيب إذا ما كان عندك مردت مثلا تشركين بالله يعني قصدك لا لا ما قصدك أنا أقول أن يا رب أن أعطيتني القوة والعافية أنه ما أشرك فيك طيب طيب إن شاء الله أعطيك الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب مع السلام علي من عمان بارك الله فيه يقول مثلا إذا الأب وزع تركته في حياته على أولاده و واحد من الأولاد توفي في حياة أبوه و بعدين توفي الأب هل أولاد هذا الولد يلزمهم يرجعون المال إلى أعمامهم الجواب لا يعلي بارك الله فيك ما يلزمهم ذلك و لا يحق لأعمامهم أن يطالبونهم بإرجاع ما أخذه والدهم في حياة أبيهم لماذا؟ لأنها هبة مقبوضة في الحياة والهبة إذا قبضت في الحياة لجمت فالآن هذا الأخ الذي توفي قبضها في حياة والده مثل بقية أخوانه و لذلك ملكها فإذا توفي أصبح ما يملك تركة لأولاده و لأبيه أبوه إذا مات بعده أبوه له السدس أبوه له السدس وأمه له السدس الآن أبوه توفي خلاص أتركة من هذا السدس بين أولاد هذا الرجل و يخرج الإبن هذا المتوفى يعني أولاده ما يأخذون من تركة جدهم شيء هذا قول جماهير أهل العلم هناك طبعا قول يقولون الوصية الواجبة و تعمل فيها بعض المحاكم الشرعية يعملون فيها و قال بها بعض السلف يعني من أئمة السلف قالوا بأنهم يأخذون نصيب والدهم بحدود الثلث ما يزيدون على الثلث يسمون الوصية الواجبة و هذا يرجع فيها إلى المحاكم الموجودة في كل بلد لكن أنهم يرجعون ما ملكه والدهم في حياته بعد يرجعون ما ملكه والدهم في حياته بعد وفاته لا هذا غير صحيح بارك الله فيك علي يقول فيه أخوين الكبير دائما يتحكم في الصغير و الصغير يعني تخاصم مع الكبير و كلما أصلحوا بينهم يرجع الكبير و يتحكم بالصغير فما العمل في مثل هذه الحالة يا علي بارك الله فيك بالنسبة للمسلم عموما يجب عليه أن يسالم الآخرين و أن يتعاون مع الناس على البر و التقوى و أن لا يتعامل باستعلاء و لا بعجب و لا بغرور و لا بكبر و هذا مع بقية الناس و يتأكد الأمر ما بين الإخوة و الأشقة ما بين الأرحام يتأكد هذا الأمر فلا يجوز للأخ كون الأخ الكبير أن يتسلط على من هو دونه و يتحكم في حياته و في شخصيته و يريد أن يصيق شخصية هذا الصغير على حسب ما يهوى و يريد هذا لا يجوز إلا إذا كان هذا الصغير عنده انحراف يمشي مع البطالين يمشي في دروب الشر و الفساد ما يدرك المخاطر اللي هو يمشي فيها نعم يجب على الأخ الكبير أن يقوم مقام الأب و أن يمنعه و أن يسجره و أن يبين له خطورة ما هو مقدم عليه يجب يجب عليه و هذا من باب التعاون على البر و التقوى و من حق الأخ على أخيه أما إذا كان لا ولا فقط هو من هواه يتسلط على أخيه و يقهر أخيه و يسحق شخصية أخيه و يحاول أن يصيغ صياغ على ما يريد بحيث يخرج هذا الولد من جلباب أخيه الكبير على ما يهوى هذا غير صحيح الأخ هذا اللي عمره 24 أو 20 هذا له شخصية مستقلة له يعني ذنب مالية مستقلة له آراءه أيضا وله اختيارات اللي ما تتصادم مع الشرع و الدين و لا مع النظام و القانون مثلا موجود في البلد حر هو يعني الآن إذا كان الكبير يكذب يريد من أخوه يكذب مثلا مثلا إذا كان الأخ الكبير متكبر على الناس يريد من أخوه يتكبر على الناس إذا كان الأخ الكبير فوضوي في حياته و إذا شاف أخوه الصغير الأصغر منه مرتب يريد يصير مثلا فوضوي مثلا إذا كان الأخ الصغير عند مبلغ مالي يقول لا عطني ياه بأي حق إذا كان الأخ الصغير يريد أن يتزوج يقول لا ما تزوج جلا بشوري ليس له الحق فلذلك على الكبير أن يتق الله و أن يخاف الله سبحانه و تعالى و أن لا يظلم أخاه لأن هذا سيقود إلى قطعة الرحم و الله جل وعلا يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض و تقطعوا أرحمكم و أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم و أعمى أبصارهم نبي عليه الصلاة و السلام يقول لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم و لذلك لا يجوز له و يحرم عليه أن يمارس مثل هذا اللون من التعامل مع أخيه و أن يتق الله عز وجل في ذلك و يجب على الأخ الصغير أن يعامل أخاه الكبير معاملة الأب برفق و لين و أن يبعث له رسائل يقول له يا أخوي الفاضل إذا شفتني على خطأ لا تكسر انصحني أخوي الفاضل أن أشاورك في هذه المسألة حتى لو مقتنع من مسألة يشاوره مشاوره لكن ما يجوز أنه يلزمه يقول استخير الله و أشوف يعني هذا الأمر هل يصلح و لا لا أسر الله تعالى أن يجمع الجميع على خير علي من عمان يقول سمعت بعض الناس يقول إذا وصل إلى مكان عند أهل أو أصدقاء أو شيء و قالوا له وصلت يقول لي نعم وصلني ربي يقول ما حكم هذه الكلمة يا علي من عمان بارك الله فيك هذه كلمة جميلة و طيبة و تدل على يعني الإيمان و التوحيد اللي في قلب هذا الإنسان حينما يقول وصلني ربي فهذا دلالة على أن توكل على الله عز وجل الحق التوكل و لو لا الله ما وصل و لو لا حفظ الله ما وصل فهذه كلمة فيما يظهر لي بأنها جميلة وصلني ربي بحيث أنه فوض الأمر إلى الله و توكل على الله و أيضا نشر الطمأنينة لما يقول للناس مثل هذا الكلام يعني يرتاح الناس يقولون الحمد لله وصلك ربك الحمد لله اللي وصلك على خير زينب من العين تسأل تقول يعني ما حكم الكذب هل هو حرام أم مكروه أختي زينب من العين بالنسبة للكذب حرام في القول الراجح من أقوال أهل العلم فهو كبير من كبائر الذنوب و عظيم من عظائم الآثام و خطيئة من أقبح الخطايا الكذب و لذلك الكذب درجات فأعظم الكذب الكذب على الله عز و جل يقول الله جل و على و لا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون الثاني الكذب على النبي صلى الله عليه و لسلم فقد صح عنه صلى الله عليه و لسلم و أنه قال من كذب عليّا متعمدا فليتبوى مقعده من النار الثالث الكذب على الأرحام وأخص بهذا الوالدين على وجه التحديد هذا أيضا عظيم و كبير لما للوالدين من الحق على الأولاد فالكذب عليهم و العياذ بالله خطير جدا ثم الكذب على الآخر أيضا الكذب يتفاوت باعتبار آثاره فالكذب الذي يقود إلى قتل نفس و العياذ بالله هذا من أعظم الكذب و من أشنعه و أفضعه الكذب الذي يقود إلى أخذ أموال بغير وجه حق هذا عظيم الكذب الذي يقود إلى هتك أعراض مثلا هذا عظيم و العياذ بالله و هكذا و هكذا و لذلك النبي عليه الصلاة و السلام بيّن صفات المنافقين فقال آية المنافق ثلاث يعني علامة المنافق ثلاث و ذكر منها إذا حدث كذب إذا حدث كذب و النبي عليه الصلاة و السلام استثنى حالات يجوز فيها الكذب للمصلحة الراجعة للمصلحة الراجعة فالكذب محرم إلا في ثلاث منها الكذب في الحرب لأن الكذب خدعة أو خدعة أو خدعة كما يعني يضبط العلماء الكذب في الحرب الكذب لإصلاح ذات البين يعني ينمي خيرا يقول خير مثلاً اثنين بينهم خصومة أو ثنتين بينهم خصومة و أنت حابة تدخلين تصلحين تجيين هذه تقولين لها فلانة ندمانة و تقول ليتني ما دخلت في كذا و ليتني ما قلت و هي ما قالت أنت فقط قلتي هذا الكلام طبعاً هذه الكلمات تذيب الجمود و القسوة و الغيظة اللي موجود في نفس هذه المرأة و تجعل عندها استعداد للصلح و تجيين للثانية تقولين لها فلانة ندمانة و تقول ليتني ما خاصمت فلانة و ما قلت الكلام هذا بها الطريقة هذه تقربين الثالث الكذب على الزوجة يعني الزوجة يقول أنت أجمل امرأة في العالم مثلاً و هي غير ذلك طبخك أفضل طبخ بالدنيا مثلاً و هي طبخها مالح مثل ما يقولونها ملحة كثير مثلاً أو يقول له والله أنت يعني أجمل ما رأيت امرأة تلبس مثل لبسك مثلاً هذا يعني لمصلحة راجح لأنه ما في شيء أثر سلبي يؤدي بسبب هذا و إنما يحبب و يقرب الزوجين إلى بعضهم طيب تفضل تفضل إبو عمر السلام عليكم و جيخي الكريم عليكم السلام و رحمة الله و بركاته اليوم أني فقط مسألة واحدة يعني يريد فقط رأي الشرع فيها تفضل وهي عاملات المنازل رضي المسلمات المتضريات لدينا صارت مشكلة مع أحد قاردي هذه المسألة و قلت أفضل شيء أن نريع إلى الشرع الحديث عنها لكي تؤصل تأصيله و كان مقتصر إن هذا الرجل رجل ما شاء الله المصلي و حق بيت الله و رفت لك سيارة و دخلت البيت و من أقاربي يعني نعم من نسائبي يعني و قلت معهم يعني فترة من الزمن فالذي حقيقة أثار اهتمامي أن عاملات المنزل يعني غير مسلمة تمشي أمامنا متبرق فأتسأت الرجل يا رجل اتق الله أنه تحتشم لأن رأي أحد من أقارب آخرين أتوا في عاملات المنزل غير مسلمة فلكن فكرت في البداية مسلمة كانت تحتشم في اللباس من المهم من ضمن شروطهم أن تكون محتشمة نعم لأنه في رجال ناس و صلين ففقط سيخي كنصيحة و كرأي شرع في هذه المسلمة لأننا حين قلنا أنا مضطر بحرمة مريضة و ما عندي حد في البيت لكن قلت له خليها تحتشم يعني صحيح و كي لا أطيل شيخي الكبير بارك الله فيك أبشر أبشر إن شاء الله مرحب ومسهلة أم ياسين السلام عليكم عليكم السلام و رحمة الله أنا عندي سؤال زوجي توفية منذ سنة كان مريضا مرض الرئتين مع الكورونا زاد مرضه و دخل إلى المستشفى ثم طبيب قال لي لا يعيش و وضعوه في العناية المراكزة بعد ثلاثة أيام اتصلوا به ليقولوا بأنه سوف يموت بعد يوم أو يومين و اتصلوا لي كي نذهب و نقوم بالنظرة آخرة عليه عندما وصلنا إلى المستشفى كان في حالة سي لا يستطيع تنفس و قلبه قريبا يقف لكن الطبيب قال لي يجب أن نقوم بخفض الآلة التي لتنفس بالأكسجين لأنه منذ الأمس هو يصارع الموت و كان يصارع الموت و لكي يقومون بتخفيض الأكسجين قلت له نحن مسلمون لا نستطيع أن نأخذ أي روح يجب أن يموت وحدهم لكن الطبيب لم يترك لأي خيار و قال لي سوف يموت بعد ساعات أو في الليل نقوم فقط بتخفيض نسبة الأكسجين و قبلت أن يخفضوا بنسبة الأكسجين بعد ساعتين انتقل إلى رحمن لكن بعد أيام أخته قالت لي نحن نحن الذي تسببنا بوفاته لو تركناه لكن الطبيب لم يترك لأي خيار هذا السنة أنا أتألم يا شيخ أخذت أن إذا كنت بشيء يغضب الله ماذا أفعل إن شاء أبشر يا أختهم ياسين بارك الله أهلا وسهلا أم عبد الإله أم عبد الإله راحت أم عبد الإله معكم معكم تفضل تفضل أختي تفضل عليكم السلام و رحمة الله نفع الله بكم و بأنكم فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ عندي ثلاث أسئلة تفضل من أول ألاحظ أنا من المدينة وألاحظ المعروح الحرم بعض النساء يقرأوا سورة ياسين و خلال سورة ياسين يرددوا بعض الأدعية بيكونوا مجموعة يعني كده جاسين مع بعض الحقيقة بحثت على الموضوع ده في النت ما لقيت أصل بس ما أعرف إذا فضيلتكم في حديث أو شيء يعني مثلا في بعض آيات معينة صراحة ما أذكرها بس يرددوا دعاء عند هذه الآية ثلاث مرات لاحظتها كده مرة في الحرم يعني تحديدا نعم السؤال الثاني ما مدى جديد أو صحة أنا ما عليك عذرني من يعرف في غلك السؤال لأنني أنا عندي كورونا وبكلم سلامة سلامة السلامة الصلاة النارية اللي هي الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام النارية هل هي صحيحة أو مو صحيحة ورد فيها حديث شريف إن شاء الله تردادها اللي هي 4444 مرة إن شاء الله السؤال الثالث الحمد لله والفضل والمنى حوالينا يعني عند بيتي مساجد كتير بس لما أجيب أردد مع مسجد معين ما أعرف ألخبط يعني ما شاء الله تبارك الله يؤذن ثلاثة أو أربع مساجد في نفس الوقت فكيف أقدر أضبط الترديد مع الأدان إن شاء الله بارك الله أهلا وسهلا بارك الله فيك شيخنا زينة بن العين بارك الله فيها في سؤالي الثاني تقول أنا أدعو دائما أقول يا رب ما دام أعطيتنا قوة لا تخليني أشرك فيك زينة بارك الله فيك ورضي الله عنك وصلاة تعالى أن يعيدنا وإياكم وجميع المسلمين من الشرك أخت الفاضلا ما في داعي لمثل هذه الأدعية التي تحتمل يعني معاني قد تكون غير جيدة لكن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه علم بعض أصحابه أن يدعو بهذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم شفت جمال هذا الدعاء وعظمة هذا الدعاء وأن الدعاء ما في لبس أعيد يلا احفظوا بارك الله فيكم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم يعني إذا وقع الإنسان في شرك أصغر مثلا هو لا يعلم هو لا يعلم فالله عز وجل يغفر له يعني أحيانا بعض الناس قد يقع في شيء ما يدري عنه ولا يعلم الحكم الشرعي فيه كثير من الناس يقعون في شيء ما يعرفون الحكم الشرعي مثلا الحلف بغير الله شرك الحلف بالنبي الحلف بالكعبة الحلف بالولي الحلف بالشرف هذا شرك أصغر فأحيانا بعض الناس ما يعرف هذا الشيء لكن لما يقول مثلا هذا الدعاء الله عز وجل يغفر له اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم الآن أعوذ بك يعني ألوذ بجنابك التجء إليك أعتصم بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم أستغفرك إذا وقعت في شيء وأنا لا أعلم فهذا هو الدعاء بارك الله فيك أحفظيه وردديه دائما وتركي هذا اللي قلت عنه والله تقول يا رب أنك ما دام أعطيتني القوة لا تخليني أشرك بك أنا أفهم قصدك لكن دائما أخت الفاضر يجب على المسلم أن يصيغ الألفاظ بقوالب شرعية ما يصلح أن يقول أي دعاء أو أي كلام يعني لماذا أنا قلت لك يعني وإذا كنت كذا أنا أفهم مقصودك وأعرف مرادك وأنك ما تريدين تفهم يعني أنك تقصدين أنك والله إذا ما كنت قوية أو شيء لا أنا أعرف هذا الشيء لكن يجب على المسلم أن يجعل الفاضة في قوالب شرعية ما فيها أي يعني شيء ممكن أن يؤثر على الدعاء بارك الله فيك احفظي هذا الدعاء وردديه دائما صلى الله تعالى يحفظنا وإياكم أبو عمر من عمان يقول زرت واحد من أقاربنا يقول تفاجأت وإذا بالعاملة المنزلية متبرجة تأتي بكذا وبالطعام والشراب وتذهب وتأتي يقول أنا استنكرت هذا الشيء يريد نصيحة في هذا أولا أبو عمر بارك الله فيك حفظنا الله وإياك المسألة الأخرى إخواني وأخواتي بالنسبة للعاملات في المنازل بالنسبة للنظرة إليهن هن حرائر حرائر ولسنا بإيماء كما يفهم بعض الناس العبودية والرق انتهت هذه من فترة طويلة انتهت فالمرأة التي تعمل في المنزل هذه حرة هذا من الحرائر سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة دخلت بيتي هي إمرأة يجب على الإنسان أن يتعامل معها على أن إمرأة أجنبية لا يجوز لصاحب البيت أن ينفرد بها وأن يخلو بها أو أن يسافر بها لوحده مثلا لا يجوز لها أن تتبرج أمام أصحاب البيت أو ضيوف أصحاب البيت صاحب البيت لا يجوز لها أن تصافح الذكور في البيت ولا يجوز لهم أن يصافحوا هذه المرأة لأن هذه أجنبية عنهم هذه امرأة حرة هذه لو صاحب البيت تقدم لخطبته وعقد عليها زوجها لو أحد الأولاد تقدم لها وخطبها زوجها ممكن تصير زوجته ولذلك لا يجوز للإنسان أن يسمح للعاملات في البيت أن يتبرجن يعني تبرج الجاهلية الأولى وأن يظهرن بزينة كأنهن في حفلة عرص أو في حفلة زواج أو نجاح أو في الأعياد هذا كله لا يجوز ويجب على الإنسان أن يضع حدود للعاملات في البيت ويعطيها رسائل يفهمنا هذا الشيء بأنها تحتجب وأيضا لا تخالط الذكور البالغين مثلا في البيت ولا تنفرد بهم ولا يخلون بها هذا كله مسألة غاية في الأهمية وذلك المستقرأ لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولسيرته في التعامل مع هذا النوع يجد بأنها ظاهرة في يعني ظاهرة في اعتبار هذا الجنس من العاملات على أنهن أجنبيات بخلاف الإيماء الإيماء اللي يملكها الإنسان ملك يمين وهذا قديم كما قلت هذه لها أحكام خاصة أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع أم ياسيم من فرنسا تقول زوجها توفي من سنة تقول كان مريض بالرائتين وصيب بكورونا الطبيب قال بأنه ما يعيش يعني تقريبا فترة قصيرة ويموت تقول بعد ثلاث أيام قال بأنه سيموت تقول بعد يوم أو يومين استدعونا للنظرة الأخيرة عليه كانت حالة سيئة طلب من الطبيب أن نخفض درجة الأكسجين فقلت نحن مسلمين ما نفعل هذا الشيء تقول أقنعنا الطبيب فخفض درجة الأكسجين بعد ساعتين توفي رحمة الله تقول بعدين أخته قالت بأننا نحن تسببنا في وفاته تقول أنا معني ما زلت قلقة من هذا الأمر ما العمل وماذا أفعل أم ياسيب بارك الله فيك أسأل الله تعالى أن يرحم زوجك وأن يرحم جميع موت المسلمين وأسأل الله تعالى أن يجعله من الشهداء لأن الموت بمرض كورونا وخاصة موت مرض باطني ورئتين أرجو الله تعالى أن يجعله شهيدا المسألة الأخرى أنصحك قبل أن أجيب على سؤالك أنك تكثرين من الدعاء لزوجك وتبذلين كل ما هو مشروع في إيصال الثواب له مثلا الوقف مثلا سقي الماء كفالة يتيم بناء مسجد إذا كان عندك القدرة على ذلك مثلا حتى لو مسجد في بلاد مثلا العملة فيها رخيصة مثلا يصلي به أهل الإسلام تذكرين زوجك دائما بخير وتذكرين مناقبه وفضائله لأولادك ولمن تحبين ولمن يحب زوجك ولا تذكرينه بسوء يعني هذا هو الآن حقه عليك وحقه على أولاده يعني من الدعاء والاستغفار له والصدق عنه المسألة الأخرى ما كان ينبغي لك أن تستجيب لهذا الطبيب الذي طلب أن يخفض نسبة الأكسجين حتى لو قال بأنه سيموت حتى لو قال بأنه سيموت ولذلك هو لا يفهم هذه المعاني التي نحن نفهمها في مثلا مسألة عصمة النفس النفس المسلم أيضا نحن عندنا فيما يتعلق بالمحافظة على النفس نصوص عجيبة لو عندي أنا نسبة واحد بالمية أنه سيبقى ويعيش لا يجوز لأني أسعى في التخلص منه أو والله رفع الأجهزة أو شيء من هذا القبيل في حالات خاصة دقيقة ذكرها العلماء والمجامع الفقهية بحثتها فيما يتعلق بالموت السريري أو الموت الدماغي هذه حالات دقيقة يعني حتى ليس فيها إجماع ليس فيها إجماع وإنما خلاف فيذكرون بأن الشخص إذا والله خلاص حكم عليه بأنه مات لأن جميع وظائف الجسم تعطلت بما في ذلك المخ وفقط مجرد التنفس الاصطناعي هي تنفس طبيعي عادي ما يعني يغني بالنسبة للمريض شيء ما يغني فقط تنفس اصطناعي أما إذا كان لا إمكانية أن يعيش حتى لو نسبة واحد بالمية هيجوز للإنسان أن يسعى في رفع الأجهزة وجدت حالات وأنا على الطلاع وبحت في هذا وكتبت في هذا بحث فيما يتعلق بالموت السريري أو الدماغي وجدت حالات بقيت سنوات وعاش سبحان الله العظيم يعني الأطباء حكموا على أنه ميت قالوا هذا ميت و الواقع بأنه غير يعني بأن الله كتب الأوحية الواقع بأنه ليس بميت يعاش بعد ذلك وأصبح إنسان طبيعي وسوي يعيش بين الناس وهم حكموا عليه بالوفاة عموا من أخت الفاضل هذا خطأ منكم تستغفرين الله سبحانه وتعالى و إن كنتم لم تتسببوا بوفاته مباشرة لكنكم يعني استجبت لهذا الطبيب الذي أمر بتخفيض مسألة الأكسجين كان الواجب عليه أن يبقي الأكسجين و أن لا ينظر النظر المادية مسألة المكاسب الدنيوية أو حتى قضية والله يتعذب هذا كلام غير صحيح نحن عندنا في الإسلام المريض إذا تعذب هذا زيادة له في الأجر و زيادة له في الثواب ما عندنا شيء اسم القتل للرحيم هذا ما عندنا نحن في الإسلام نحن عندنا الرحمة بالمريض نحن عندنا السعي في الإبقاء على الأنفس المعصومة ما دام أن هناك ولو نسبة ضئيلة تشير إلى أن هذا ممكن أنه يعيش بعد ذلك أسأل الله تعالى أن يرحم زوجك و أن يغفر له مثل ما ذكرت لك يا أخت الفاضلة يعني الآن لا تحبسين نفسك في التفكير بهذه القضية هذه زيحيها عنك و إحرصي على إيصال النفع لزوجك من خلال القواعد الشرعية و أنا ذكرت لك الصدقة الاستغفار الدعاء و شيء من هذا القبيل أم عبد الإله من السعودية بارك الله فيها تقول يعني أنا أسكن المدينة لاحظت بعض النساء لما أذهب إلى الحرم يقرؤون سورة ياسين و يرددون بعض الأدعية عند بعض الآيات تسأل تقول هل يعني ورد في هذا حديث أم عبد الإله بارك الله فيك بالنسبة لقراءة سورة ياسين لم يرد في فضل قراءتها حديث عفوا لم يصح في قراءة أو في فضل قراءة سورة ياسين حديث لم يصح في فضل قراءة سورة ياسين حديث و الحديث المشتهر على ألسنة الفقهة اقرأوا على موتاكم ياسين ضعيف بل بعض العلماء قالوا ضعيف جدا و لذلك لا يصح في قراءة سورة ياسين في فضل قراءة سورة ياسين حديث لا يصح في فضل قراءة سورة ياسين حديث هذا الأمر الأول الأمر الثاني قراءة هؤلاء النساء سورة ياسين بهذه الطريقة مع اختراع أدعية لهذه السورة أو لبعض الآيات هذا يزيد في مسألة المخالفة و يجعلها بدعة صريحة ظاهرة و لذلك اخت الفاضلة يجب أن يكون لك دور إذا يسر الله و إن شاء الله تخرجين من المستشفى بصحة و بخير و بعافية أنك تذهبين إلى الحلقة هذه التي يجلس فيها النساء و تذكرانهم بالله قولي لهم أولا لم يصح في فضل سورة ياسين حديث الأمر الثاني من وين أتيتم بتوظيف هذه الأدعية خلال هذه القراءة هل هناك حديث عن النبي عليه الصلاة و السلام هل هناك أثر عن الصحابة الكرام لا سيما الخلفاء الأربعة لإما الحنفة اللي هم أبو بكر و عمر و عثمان و علي اللي قال النبي عليه الصلاة و السلام لنا في حقهم عليكم بسنة و سنة الخلفاء الراشدين المهديين الأمر الآخر لو قالوا لك والله نحن نريد الخير قولي لهم كم من مريد للخير لا يدركه كما قال بن مسعود رضي الله عنه فقضية أني والله أريد الخير يجب أن يكون هذا الخير على وفق الهدي النبوي على وفق قال قال النبي عليه الصلاة و السلام على وفق ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة و السلام ولا يجوز الإنسان أن يخترع عبادة من عنده و يعمل بها أو يدعو إليها لذلك قال النبي عليه الصلاة و السلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد و في لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني في أمور الدين الأصل في العبادات المنع و البطلان و التوقف حتى يريد الدليل بمعنى أنه ما يجوز إنسان يعمل عبادة من عند نفسه لا بد أن تكون العبادة جاءت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم تفضلي أم سارة السلام عليكم عليكم السلام و رحمة الله و بركاته جزاك الله خير و على القناة الطيبة من فضلك لي سؤال عن العدة يعني أنا في عدة وسؤالي هو استمعت لي الأجوبة التي طرحتها وجزاك الله خيرا هو بالنسبة للباس يعني عندنا في المغرب يحتاجون باللباس الأبيض و كأنه فرض و أنا لما استمع أستمع لفتواك و كل شيء فلم أريد أن أعمل هذا اللباس الذي يلبسونه في المغرب لما المرأة لما يتغفى عندها يتغفى زوجها الأول الشيء الأول وهو يحضرنا لها لباس الأبيض و تلبسهم من رأسها حتى قدميها و لو لم تقل مرأة محتجبة فأنا لما فرض فلما رفضت هذا و لبست لباسي العادي فكل نساء ينظرون إلي و كأنني عملت جريمة كل من تأتي تسلم علي وتعزيني كأنني لا أدري كأني خرجت عني يدين استغفر الله على هذه الكلمة أقول هذا ممكن 99% من النساء الذين يرون هذا و من هنا من تقول لي لم تعتدي أقول لا أنا في العدة لا تقول لم تلبسي الأبيض فإنك لم تعتدي لهذا أكرر السؤالي يقول لك على المرأة التي تتصل بك من إسبانيا وتقول لما تنزع اللباس لأن هذا يدخل في اللباس الأبيض هي تتكلم عن هذا اللباس الأبيض ولما تنتهي العدة يعملون يعني لازم أن تنزع هذا اللباس وتحمل إكرام وتأتي بالنساء و بالرجال و بالقرآن و بكل شيء يعني كأنه يوم حفلة فأنا أريد منك من فضلك أن سأعطينا كلمة وأنا سأسجلها وأسجلها إلى أخواتي وكل من أعرفه عن اللباس الأبيض لأن أريد أوضح لك أنا مع نفسي قلت ربما هذا في المذهب المالكي ولكن لما فتشت في العلمائنا في المغرب جزاهم الله خير وهم حقا يقولون ليس بسنة ولا بفرض ولكن هو يعني عرف ولكن أنا لما أشاهد هذا عرف وبدأ أصبح عندنا فرض وليس بعرف وهم يفرضون هذا اللباس الأبيض والمرأة تعمل يعني لو كان هناك وفاة تذهب للعزاء إن كان مولود جديد تذهب للتهنيئة تخرج تدخل ولو أن عندها أبناء يعني يأتون لها بكل حاجات لا يتترك هذا وتخرج وتعمل كل ما شاءت ولكن هذا اللباس هو الفرد الذي عندنا ومع منكرات أخرى يعني كما قالت الأخت إن شاء الله يوم سعى إن شاء الله أبشر يختم الفكرة وضحت تسمعين الجواب إن شاء الله أبو ليث يا أبا ليث أبو سعيد أبو سعيد من عمان عليكم السلام رحمة الله كيف حالك يا شيخ طب حالك مرحبا يا حياة الله أنا عندي ثلاثة سرعة شيخ يلا على السريع السؤال الأول هل سورة تبارك تقرأ في صلاة العشاء أفضل أم لا عندي ضم إن شاء الله السؤال الثاني الله لا 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 نحن نذكر والله السؤال الثاني نعم السؤال الثاني الله أيها طيب السؤال الثالث كله أحضر لي أين أبا أسمع أسمع أم مسعيد عندك يذكرك خلي ذكركم مسعيد الله أقول لك أنا ما أعثر عن شيخ الله ما يحضر لي أبشر أبشر طيب أرجع أم عبدالله بارك الله فيه أم عبدالله تسأل تقول ما صحة هذه الصلاة النارية أم عبدالله بارك الله فيك لي جواب سابق مطول حول هذه الصلاة ما أدري استمعت إليه أو أنت حديثة عهد بمتابعة البرنامج ما أدري لكن عموما هذه صلاة مبتدعة محدثة مكذوبة على محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله 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 ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتبع مثل هذه الصلاة المكذوبة على النبي عليه الصلاة وآله فليس فليس عندنا في هدي النبي ولا في سنة النبي ولا في شريعة النبي ولا في دين النبي صلى الله عليه وآله صلى اسمع صلى نارية ولا صلى ترابية ولا صلى دخانية ولا هذه خربيط وبدع ومحدثات فنبهي يا أخت الفاضل هذه كلها من الأكاذيب والأمور المختلقة المصطنعة على النبي عليه الصلاة والسلام فحذروا منها بارك الله فيكم أم عبدالله تقول الحمد لله عندنا مساجد حول بيتي كثيرة تقول لما أجي أردد خلف المؤذنة فلأخبط تقول هنا أذان وهنا أذان وهنا أذان ما العمل أخت الفاضل بارك الله قدر المصطنعة وأعتقد أم عبدالله إذا استمعت إلى أذان الحي وركزت عليه يعني يذهب بقية الأصوات الأخرى يعني ما تتداخل معك لما تركزين على أذان الحي حتى لو استمعت إلى أذان آخر فرددي مع أذان مسجد الحي واعتمديه حتى لو تأخر يعني مثلا سمعت صوت من مسجد في الحي اللي بعيد لا ترده خلفه رددي إذا أذن مؤذن حي وأنت تعلمين وتقدرين متى يؤذن فتركزين يعني بارك الله فيك أم سارة من فرنسا بارك الله فيها تقول يعني بالنسبة لنا عندنا في بلدنا أن المرأة المحادة إذا خرجت من العدة جاءوا لها باللباس الأبيض تلبسوه من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها وتقول أنا الحمد لله يعني استفت ومن الأجوبة في هذا البرنامج وتركت مثل هذا الأمر خاصة وأني أنا في العدة تقول يعني لما أحضر لي اللباس ورفضت هذا اللباس تقول نظروا إلي نظر غريب جدا حتى كاد يعني أن يقولوا بأني خرجت من الإسلام لأن النساء عندنا 99% يعني يعتقدون بهذا الشيء وبحثت حتى في كتب الفقه ما وجدت على أن هذا من قبيل العادات تريد نصيحة في مثل هذا الأمر أختي أمسارة من فرنسا بارك الله فيك وزادك الله حرصا وفقك الله عز وجل لكل خير وأسأل الله تعالى أن يجعلك ممن يسن السنة الحسنة التي تؤجرين عليها إلى يوم القيامة بإذن الله الأمر الثاني بالنسبة للعدة عدة الوفاة جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهما المصدران للتشريع فنرجع إليهم قال الله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراء النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء المسألة الأخرى أن العدة بالنسبة للعمل الذي تقوم به المعتدة من خلال استقراء أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا أطيل فإن النبي عليه الصلاة والسلام منع المرأة المحادة من خمسة أشياء الأمر الأول الطيب فالمرأة المحادة لا يجوز لها أن تتطيب لا في ثيابها ولا في بدنها ولا في طعامها وشرابها الثاني لبس الذهب فلا يجوز للمرأة المحادة أن تلبس الذهب وإذا جاءها نعي زوجها وهي لابسة الذهب تخلعه الثالثة الكحل في العين لا يجوز للمرأة المحادة أن تضع الكحل في العين المسألة الرابعة لا يجوز للمرأة المحادة أن تلبس الثياب الجميلة التي تلبسها في الأعياد في المناسبات في الحفلات في استقبال النساء في البيت المسألة الخامسة لا يجوز للمرأة المحادة الخروج من البيت لا لضرورة أو حاجة أما إذا وجدت ضرورة ففي الليل وإذا وجدت حاجة ففي النهار هذه الخمسة أشياء هي الثابتة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم المسألة الأخرى كان أهل الجاهلية لديهم مجموعة من الاعتقادات الباطلة التي جاء النبي عليه الصلاة و سلم فأبطلها من ذلك أن العدة كانت سنة كاملة المرأة تعتد سنة كاملة الثاني أن المرأة كانت تدخل في حش مكان قذر و وسخ و تسكن فيه مدة سنة كاملة الثالثة أن المرأة إذا خرجت من العدة بعد سنة تعمل بعض الطقوس مثل أن تأخذ البعر أكرمكم الله و تلقيه بالجهات هكذا أو أن تفتظى بطائر مثلا تأخذ طائر طير من الطيور فتفتظى به حتى يموت و العياذ بالله في صورة بشعة في صورة دلالة على تمكن الشيطان منهم في صورة دلالة على أن الشيطان استولى على عقولهم فأبطل هذه النبي عليه الصلاة و السلام و بعد ذلك نشأت بدع و خرافات تنزع إلى الجاهلية و العياذ بالله منها مثلا أن بعض النساء إذا خرجت من العدة قالوا لها اذهبي إلى البحر اذهبي إلى البحر اغتسلي في البحر أين الدليل؟ ما في دليل منها أن المرأة المحادة إذا خرجت من العدة و هذا موجود الآن موجود في بعض الجهات و قد سئلت في هذا البرنامج قديما و أرسل إلي رسائل في هذا أن المرأة إذا خرت من العدة تأخذ من الروث أو البعر و تلقيه هنا و هنا هذه امرأة مسلمة هذه امرأة مسلمة هذا من أعمال الجاهلية كذلك من الأمور أن تقول بعض الكلام إذا خرجت من العدة يعني تنطق ببعض الكلمات هذا باطل كذلك اللباس للأسف الشديد يقول للمرأة المحادة إلبس السواد لا بد أن تلبس السواد أين الدليل؟ ما في دليل العلماء بعض الفقهة قالوا تلبس السواد لأنه ما يتضح فيه الوساخة حتى تبقى مدة طويلة تلبسه لا لأنه شعار على الحداد ولا لأنه شعار على العدة و هذا أيضا ليس عليه دليل هذا تفقه يعني بعض الفقهة و ليس كلهم يقولون لأن هذا ما يتسخ و المرأة يعني مطالبة بأن تبقى فترة طويلة و هذا غير صحيح لو المرأة المحادة غيرت ثوبها يوميا ما عليها شيء لو أن المرأة المحادة اغتسلت يوميا ما عليها شيء لذلك مسألة اللباس هذه من البدع سواء اللبس السواد أو لبس البياض أو لبس البياض مسألة أخرى العرف إذا صادم الشرع نأخذ بأي شيء؟ نأخذ بالشرع ولا بالعرف؟ نأخذ بالشرع بالشرع بدين الله بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فالنساء اللائي يعتقدن بأن المرأة المحادة لا بد أن تلبس البياض إذن صار عقيدة وهذه عقيدة باطلة ليس فيها الدليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وكون النساء مجمعنا على هذا هذا إجمع باطل مردود عليهن الأمر الآخر أبشر بخير يا أخت الفاضل فأنت مثل ما يقول يعني يعبرون علقت الجرس أنت قلقلت الثوابت اللي موجودة عند النساء أنت الآن قدحت شرارة السنة النبوية ولله الحمد في نفوس النساء حتى لو نظروا إليك نظرة خاطئة و نظرة باستغراب أنت الآن وضعت قدمك على الطريق الصحيح و أنت الآن فتحت باب خير للنساء فإذا رجعنا إلى بيوتهن و حكمنا عقولهن يجدنا بأنه كنا على باطل هذه عادات موروثة باطلة مصادمة لشريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم و لذلك رحت تبحثين أنت في كتب الفقه ما وجدت قلت هذه عادة طيب العادة هل هي عبادة؟ لا العادة لما توضع مقام العبادة هذا مصادمة لدين النبي عليه الصلاة و السلام هذا جعل العادة يعني مقدمة على العبادة و لذلك أخت الفاضل المرأة إذا خرجت من العدة طبيعي الثوب اللي عليها تبقى فيها على أي لون كان حالتها ما تغتسل و لا تتوضى يعني الآن أفترض امرأة توضعت لصلاة الظهر مثلاً ثم خرجت من العدة بعد صلاة العصر و هي على وضوه تروح تتوضى؟ لا ما تتوضى اغتسلت مثلاً اليوم يوم الجمعة مثلاً مثلاً و اغتسلت اليوم الجمعة و عدة تنتهي بغروب شمس يوم الجمعة ليلة السبت نقول اغتسلي ليش تغتسل؟ هذا كله من البدع و المحدثات و لذلك أخت الفاضل أبشر بخير و لا تنزعجين من هذه النظرة اللي قام النساء فنظرنا إليك بالعكس بل افرحي قل بفضل الله و برحمتي فبذلك فليفرح و خير مما يجمعون أنت الآن ستكونين سبب و إن شاء الله أشترك معك أنا بحول الله سبب من الأسباب لتكنس هذه البدع و هذه المحدثات و يرجع النساء إلى دين النبي عليه الصلاة و السلام و إلى هدي النبي و إلى سنة النبي و ينعتقنا من هذه الخرافات و هذه البدع و هذه المحدثات و هذه الهرطقيات التي ما أنزل الله بها من السلطان المحادة ما تشوف القمر ليش ما تشوف القمر ما تطلع على السطح ليش ما تطلع على السطح ما تروح للطبيب لا تروح للطبيب و تروح للمحكمة و إذا كان عندها دوام يمنعها وما عند إجازة تروح للدوام وترجع فبلغيهم هذا بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا أم إلياس السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله لدي سؤال من فضلك يا شيخ تفضل يختي لما أحفظ القرآن أفتح وأعمل في البيت ونأخذ الآيات ونرددها أهل هذا يجل وأمسك القرآن في الغرف في الطب هل هذا يجل يا شيخ إن شاء الله شكرا جزاك الله وخيرا حفوان طيب أبو سعيد من عمان أبو سعيد قال عندي ثلاث أسئلة وما تذكر الله سؤال واحد أبو سعيد يقول بالنسبة لسورة تبارك هل نقرأها في صلاة العشاء أم عند النوم أبو سعيد بارك الله فيك ورضي الله عنك بالنسبة لسورة تبارك ورد فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام صحها وجمع من أهل العلم على أن قراءتها لها فضل عظيم لها فضل عظيم وهي منجية لصاحب القبر وتشفع له سورة ثلاثون آية شفعت لصاحبها فلها فضل عظيم وهي من السور التي تقرأ في الليل تقرأ في الليل ما فيه تقييد متى تقرأ في أي ساعة قبل النوم بعد العشاء قبل العشاء ما عندنا يعني الليل يبدأ من غروب الشمس فلو قراءها الإنسان بعد المغرب فقد أتى بالمشروع قراءها بعد العشاء أتى بالمشروع قراءها في صلاة العشاء ليجمع بين النيتين سنة القراءة بعد الفاتحة وأيضا أن يأتي بسنة قراءة سورة الكهف في الليل أيضا مشروع قراءها في الشفع والوتر يعني يقول حاب أنه والله يقرأها في الشفع بهاتين النيتين يقسمها على ركع الأولى و ركع الثل أيضا شيء طيب ولله الحمد والمن أم إلياس من فرنسا بارك الله فيها تقول أنه لما أحفظ القرآن تقول أحفظه في البيت وأعمل في البيت مرة أمسك القرآن في الغرفة في المطبخ في كذا في كذا تقول في شيء أم إلياس بارك الله فيك أزادك الله و حرصا أسأل الله تعالى أن يعينك على حفظ القرآن و يجعلك من أهل القرآن فهم أهل الله و خاصته ما تقوم من فيه عمل صالح و طيب لماذا؟ لأن الله تعالى يسر القرآن للذكر قال جل وعلا وَلَا قَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِكْرِ فهل من مدكر؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن قائما و قاعدا و مطجعا صلى الله عليه و سلم و لذلك المسلم يقرأ القرآن على كل حال يقرأ القرآن قائما و قاعدا و مطجعا و مشتغلا و فارغا و مسافرا و مقيما و صحيحا و في حال الصحة و في حال المرض يعني يقرأ القرآن على أي حان على أي حان تقرأين القرآن أنت في المطبخ تشتغلين و ماسك المصحف طيب ما في بأس تقرأين القرآن وأنت في غرفة النوم يعني ترتبين و ما في بأس تقرأين القرآن و أنت جاسة ما في بأس و لله لحمد أهم شيء أنك تكونين متوضعة متطحرة حتى تمسكين بالمصحف بارك الله فيك و رضي عنك طيب انتهى وقت البرنامج و انتهت الأسئلة ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير بحول الله تعالى و قوته السلام عليكم و رحمة الله و بركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر